السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء أسعد الله أيامكم جميعا سألني بعض الإخوة عن كيفية الكتابة على ملف البي دي اف طبعا الأمر بسيط وسهل جدا كل ملفات البي دي اف إذا فتحت بالأدوبي أكروبات ريدر يمكن الكتاب عليها لكن أحيانا هذه الملفات ما تفتح بهذا البرنامج يعني لو شفنا كليك يمين على أي ملف بي دي اف أوبين ويذ اللي هي فتحة باستخدام عندي أحيانا يفتح على أدوبي أكروبات ريدر دي سي فاير فوكس جوجل كروم واختيار البرنامج الافتراضي طيب إذا كان ما بيفتح على الأدوبي مباشرة من كليك يمين كما قلنا الآن فتح باستخدام لأوبين ويذ ثم اختار أدوبي أكروبات ريدر لكن هي الديفولت الافتراضي يعني شوف عندي إذا فتح الملف بهذا الشكل خلاص فهو قابل للكتابة بتضغط على هذا القلم لو صين sign document by typing or drawing a signature ظهر عندي هذه الأشياء ab هذه الكتابة x رسم cross tick رسم العلامة الصح هذه دائرة مربع خط تحت الكلمة هذا دائرة ملونة لو جينا نشوف مثلا نختار هذه يمكنني الكتابة بأي شيء وهذا اللي بيقوم عليه معظم العمل داخل تسجيل الحلقات ثم علامة خطأ طبعا يمكنني تكبير وتصغير يمكنني تغيري الألوان من هنا هذا اللون في الجديد يسوي هذا هو طيب لو أحذف أوقف عليها ثم أحذف الكتابة أحمد الفرحاتي واحتفظت باللون لأنني وغضى اللون السابق أوقف عليها وأبدل اللون من هنا بدلت اللون تكبير تصغير هذا تكبير هذا تصغير حذف من هنا ثم هنا هذه الأشكال إذا أردت تكبيرها نفس الشيء هذه الأسحب من هنا الخط نفس الشيء إذن هذه آلية الكتابة على ملفات البي دي اف بسيطة بدون برامج بدون أي تعب أتمنى أكون أفدتكم في شيء شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر